هادره 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 الاحفاد ديال الرسول الله عليه وسلم وكيدي البيضاء ديال العلويين تخيل معايا كتيرة وكتيرة على السكان ديال الجزائر نعطيك انا غير واحد نموذج بصير مثلا عارفوش السلطان محمد الثالث اللي حكم المغرب من عام 1757 لعام 1790 هو العطار في امريكان عطار في امريكان باستقلال هو مزيان وعلى الحرب على امريكان هاش مكان نذكروهاش علاش اهه قولي علىود الاسرال الجزائريين الرجعو الواشنطن جورج واشنطن خلينينا من المغربة باش ميقولونيش حنا كان وطنيين مزاف الرجعو الارشيف الامريكي ايا اشفين محمد الثالث يعاتب جورج واشنطن بل خرج جورج ديال الفرقاطات يعني جورج ديال باواخير او سفن حربية مغربية في جبل طارق واعترضوا جورج ديال السفن حربية امريكية جايين يقنبلون ايالة ديال الجزائر وايالة تونس السلطان افتدى 2400 اسير جزائري من ماله الخاص الله اكبر في عام 1777 هاتي رب الواتع اختي نقولك العثمانيين اللي كانوا كي خلعوا للدول النص ديال اوروبا الشرقية والدول العالم العربي كامل والعالم الاسلامي على الجو المغرب هو حلو مقدورش يدخلو عليها شف نظارك لو لالايا ديال البيضاء ديال العلويين محمد الاول ماذا كان عارفو عليها جدرت الامسان وقف شو كف حلقة العثمانيين اللي كانوا كي خلعوا تخيل معايا اها واش الناس عاد فاقوا 22 تيال ديال كرا السحرة ماشي مغربية الجزائرية ماذا محمد الاول المحمد السادس احنا ايالة بيضاء ولكن سؤود ولا اسود عندما نظهروا كي سكت العالم علاش لانا فوق ظهرنا ماشي القرن مشي انا كنجامل دابع حاليا ايه كان القوة الامريكية والقوة الاتحاد الاوروبي ولكن احنا ما نفرطوش في بلادنا رغماتوا الناس عليها هذي محمد الثالث وهو اللي كان كي يعطيه الفلوس لجزائريين وفين دخل دخل العين ماضي ودخل تلمسان ودار حدود استراء معاهدات تافناء ما تقلسوش البلاد المغربية